اشتركوا في القناة للاتحاد الافريقي في فبراير 2022 عضوا في مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي للفترة 2022-2025 ستتولى ابتداء من فاتح اكتوبر 2022 رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد لمدة شهر وابرز البلاغ ان الرئاسة المغربية لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي تندرج في طار استمرارية التزامات المملكة المغربية من اجل افريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الافريقية بقيادة الملك محمد السادس لصالح السلام والامن والاستقرار في افريقيا واضف المصدر ذاته انه في طار مقاربة مبتكرة تهدف الى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الافريقية من اجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والامنة تطمح المملكة المغربية الى ايجاد اجوب جماعية للعديد من المواضيع العالمية والاقليمية مسجلا ان الارهاب وتجنيد الاطفال والتغيير المناخية والامنة الغذائية والوضوح في الساحل وفي جمهورية افريقيا الوسطى ستكون جميعها مواضيع مدرجة على جدوى الاعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء واشار البلغ لانه سيتم ايضا في ظل الرئاسة عقد عدة اجتماعات هامة لسيجما تلك التي يتم خلالها اشراك مجلس الامن التابع للامم المتحدة وكذا دراسة التقارير بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلامة في افريقيا وتنفيذ خارطة الطريقة الرئيسية للاتحاد الافريقي من اجل اسكات الصوت الاسلحة في افريقيا ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الاجندة القارية في مجال السلم والامن وفق مقاربة شاملة ومتعددة الابعاد سيحتضن المغرب خلال رئاسته لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي ندوى السياسية في طنجة من الخامس والعشرين الى السابع والعشرين اكتوبر 2022 بشأن تعزيز الارتباط بين السلام والامن والتنمية فاق تكامل اقليمية وذلك بشارك مع ادارة شؤون السياسية والسلم والامن بالاتحاد الافريقي ومنذ عودتها الى الاتحاد الافريقي في جناير 2017 شغالت المملكة المغربية مقعدا في مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي كعضو الولاية من سنتين 2018 الى 2020 وخلال هذه الولاية الاولى التي تميزت برئاسته لهذه الهيئة التقريرية في شوتنبر 2019 ساهم المغرب بشكل بناء في تحسين اساليب عمل مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي وتعزيز الممارسات الفضلة في عمل الاتحاد نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء